عمالي بجحز للبروش قطعة اللي بتقعد على الجسم أو البلوزة هي قطعة كتير صغيرة عشان ما تاخدها الشكل الوردة بشكل كامل تغطيها فعندي بتلة واحدة منها عمالي بجرب أعمالي لها الستنج تبعها الاسنان اللي بتآخر بدا تسكر عليها فبجرب أحفها قدش بقدر أخفف من المادة تبعيتها عشان تقدر قتنيها وتكون شكلها كمان مناسب وما تجرحها يعني هاي كانت فرصة لقلي انه انا اجي لهون اخد اخد الاسباس ابلش افكر انا شو بدي اعمل بعد الجامعة لانه بعد الجامعة الواحد بعد الاكاديمية وبعد الادراسة بيكون كتير مخربش يعني غير هيكت كمان بيكون غاطت بالاشياء الاكاديمية اكتر مش لسه ما وصلش ما دخلش السوق هاي اللي السباسي مني حلاقيلي قبلش اتعرف ايش موجود حوالي ايش في مؤسسات ايش الناس بتفضل ايش بتحب كمان انا كمان اقول شو انا بحب عشان هما يعني يفقي سير في نوع من الانسجام بين ايش الناس بين الكاستمر ايش بحب وانت كمان كاديزاينر ايش كمان انت بتفضل بدك الناس يتعرفوا على ايش جديد انا حسب ايش بفكر انه الديزاين هو كمان وجهة نظر مختلفة عن البنتنج وعن الدروينج اللي بعطيك يعني بعطيك يعني وجهة نظر جديدة تشوف الاشياء من محل مختلف مع مواد مختلفة يكون اكتر 3D بطل 2D بطل على بتشوفه مسطح اكتر تقدر تشوفه من ثلاث ابعاد هذا بخلق يعني بخلق للمشاهد وللناس اللي بدأت تحكي عن القضية الفلسطينية وجهة نظر مختلفة اللي صارت ممكن تحس فيها بطريقة مش بس صورة اللي اكتر صارت object اللي ممكن تمسكه اللي تحكي عنه اللي ازا كانت حلو فلسطينية اللي على سبيل المثال بتحكي عن قضية معينة او عن حدث معين او عن مادة معينة يعني اذا ما كانش الديزاينر عنده واعي كامل اشي الموروث اللي موجود حوالاه واشي البيئة اللي حوالاه والمواد اللي حوالاه والثقاف اللي حوالاه والناس اللي حوالاه مش راح يقدر يخلق إيش جديد يعني في ساعة بتغيّق تقولي أنه أنا بدي أبلش من السفر وأطلع على إيش جديد كتير مهم الباجراون طبعتنا هوي يعني كل موضوع هويتك اللي معقدة ومركبة سواء كانت سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية وحتى اجتماعية وأش حواليك بالمجتمع كمان المشاكل السياسية بتخلق تخلق ديزاين جديد وبتخلق يعني فانكشن جديد للديزاين اللي بدك تعمله اشتركوا في القناة